من جانبه رفض حزب تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي البيان المشترك الصادر عن قيادة الكتل والأحزاب السنية التي اجتمعت في منزل أبو مازن مستغرباً عقده دون وجود ممثلاً عن تقدم وطالب في بيان رئيسي مجلس الوزراء والقضاء الأعلى التدخل وقد أعلنت المحكمة الاتحادية قبل أيام تأجيل البت بدعوة إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان إلى الأول من نيسان المقبل فيما جدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التأكيد على أهمية التنسيق العالي ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للإسراع بتشريع القوانين الخدمية